فازت مصر بالجائزتين الماسية والذهبية من اتحاد المستشفيات العربية في مجالي سلامة المرضى والتحول الرقمي للرعاية الصحية على مستوى الوطن العربي جاء ذلك بالإضافة إلى فوز خمسة مستشفيات تابعة للهيئة في عدد من المجالات وذلك ضمن منافسات ضمت أكثر من 213 متسابقا من كبرى المشافي والمراكز الصحية في الوطن العربي أوضحت الهيئة أن المستشفيات الفائزة شملت مستشفيات شرم الشيخ الدولي ومركز الثلاثين من يونيو الدولي لأمراض الكلة والمسالك ومستشفى طيب التخصصي التي حصلت على جوائز البطل الذهبي في فئتي أكثر المستشفيات أمانا وفي ثقافة سلامة المرضى بالإضافة إلى فوز مجمع الإسماعيلية الطبي ومجمع الشفاء الطبي بجوائز البطل الفضية ترجمة نانسي قنقر